صنعوا على فوهة بركان وعلى بعد خطوة من انفجار برميل البارود في وجه حلفاء الأمس وشركاء إسقاط الدولة في اليمن بعد أكثر من عامين ونصف من العلاقة غير الشرعية التي جمعت طرفية الانقلاب بات واضحا أن أي من جسور الثقة لم تبن بينهما وأن ما يفرقهما أكثر مما يجمعهما منذ ما يقارب الشهر وهناك سجال مرتفع بين ميليشي الحوثي وجناح المخلوع صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام وهو انعكاس لخلاف طالما كان الشريكان اللدودان حرصين على إخفائه وإنكاره وبذل جهودا كبيرة للوصول لتسوية عبر محاولات التقارب وإصدار البيانات التي تنفي وجود أزمة غير معلنة التطور اللافت يتعلق بظهور المخاوف للسطح والتعبير عنها على لسان زعيم ميليشي الحوثي وكبار قادة الميليشي في صنعاء واتهام شريكهم بخذلان الجبهات والبحث عن فرصة للتخلص من الشراكة عبر تسوية مشبوهة يتم بمجابها التضحة بالحوثي وبقاء صالح وحزبه في الواجهة خلال المرحلة القادمة الخلافات بدأت في التنامي كما كشف عنها عارف الزوكة أمين عام حزب المؤتمر منذ فترة مبكرة أما خلالها الحوثيون بتوقيع اتفاقي الضهران ومسقط منفردين وإقصاء قيادات المؤتمر في الوزارات والمؤسسات بينما اعتبر الحوثي أن مبادرة مجلس النواب التابع للمخلوع تنازل كبير عن المكاسب ومحاولة لتسويق صالح لدى التحالف والمجتمع الدولي كبديل جاهز لقيادة المرحلة القادمة للمرة الأولى يظهر فيها خطاب كافة قادة الميليشيا يأخذ منحا تصاعديا وكأن هناك سباقا للتصعيد فيما بينهم في إشارة لحالة الاحتقان القائم وحجم الإحساس بالخطر المحتق على الأرض جميع الأصابع اليوم موضوعة على الزناد فيما أياد المواطنين في العاصمة المزدحمة بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة موضوعة على قلوبهم في انتظار أن يمضي الخميس بسلام وأن لا تتحول العاصمة لساحة الصراع قد يذهب ضحيته عشرات الآلاف ممن لا نقتلهم ولا جمل في تلك المواجهات